فاز المعلق الصوتي الجزائري محمد لمين مهري بالمركز الأول في جائزة فنون الصوت العالمية Voice Arts Awards 2023 لأفضل معلق صوتي عربي عن فئة هذا الإعلان فئة الإعلان في الجائز هذه الجائزة تقام في الولايات المتحدة الأمريكية من طرف مجتمع علوم وفنون الصوت هناك في نيويورك نحن نتحدث مشاهدين عن أرقى جائزة في العالم تمنح لأفضل معلق أو ممثل صوتي وقد حصدها الجزائري محمد لمين مهري العمل مشاهدين كما رأينا باسم تينيري وهو من إنتاج الفريق الجزائري سكاي كام سبق أن افتك هذا العمل أيضا جائزة الإعلام السياحي العربي بدولة الإمارات ورفع الفريق اسم الجزائري عاليا وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عندنا بقوة واخترنا لكم من بين التعليقات نبدأ بصفحة ألف وواحد نايت تكنولوجي نعم كتبت محمد يخليك تعرف أنه قادر تنجح من هنا في الجزائر الإنسان الذي أشهد له أنه كان دوما مساعدا واحد من الناشطين في مجموعات ألف ليلة خاصة المجموعة الخاصة بالتعليق الصوتي وإلى رابح الذي كتب صوته يجب أن يتم استغلاله في المحافل الوطنية فالساحة تحتاج لحناجر ذهبية مثل هذه الطاقة الرهبة وإلى نجلا كتبت كنت أتابع أعماله في تعليق الصوتي كانت بداية أن أشق محاولات في المجال ما شاء الله أعتبره قوة هو وخالد النجار والكثير ألف مبروك استحقوا التتويج إذن